السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيكم الله شباب اليوم رح نشرح كيفية تفعيل بطاقة تصراف مدى عن طريق الجوال في أجهزة الأندرويد بحيث أنك تقدر تدفع عن طريق المحلات بجوالك فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريق يا شباب جدا بسيطة كل عليكم تسوينه في البداية تحملون تطبيق مدى هذا التطبيق رح يمكنكم من الدفع عن طريق الجوال فأول ما تروحون على جوجل بلاي تكتبون مدى رح يظهر معاكم هذه الأيقونة تضغطون عليها وتثبتون هذا البرنامج فبعد ما تثبتون التطبيق وتدخلون عليه رح تفتح معاكم هذه الواجهة فبداية يا شباب عشان تقدرون تدفعون بالجوال لازم يكون عندكم ميزة NFC الميزة هذه رح تحصلونها هنا تنزلون تحت كده بهذه الطريقة وراح تحصلونها بهذا المكان اللي هو NFC لازم تكون هذه الميزة عندكم فلازم تفعلونها عشان تقدرون تحاسبون بالجوال إذا كان الخيار هذا مموجود عندكم ما رح تقدرون تحاسبون بالجوال فإذا كان موجود عندكم كل عليكم تسعون تفعلون هذا الخيار وبعدين تجون هنا وتضيفون بطاقة جديدة تضغطون على هذه الأيقونة وبعد كده تسجلون الرقم البطاقة الخاصة فيكم بعد ما تسجلون الرقم البطاقة الخاصة فيكم تضغطون التالي وبعدين هنا يا شباب تسجلون تاريخ انتهاء البطاقة من هنا تحددون السنة وبعدين هنا يا شباب تحددون الشهر نفس اللي مكتوب عندكم في البطاقة وبعدين هنا الرقم اللي هو CVV هذا اللي يكون وراء البطاقة وبعد ما تسجلون معلومات البطاقة كاملة تضغطون التالي وهنا تضغطون أوافق على الشروط والأحكام فهنا يا شباب تضغطون على رسالة قصيرة وبعدين تضغطون التالي رح يوصلكم رقم سري تسجلون هنا فكذا يا شباب سجلنا الرقم السري هنا اللي وصلنا فكذا يا شباب لو تلاحظون تم إضافة البطاقة بنجاح تضغطون تم فكذا الآن صار عندنا بطاقتين إذا حابين مثلا تخلون هذه البطاقة تكون الأساسية تضغطون عليها وتضغطون تعيين كبطاقة افتراضية فكذا الآن البطاقة اللي أضفناها الجديدة صارت هي البطاقة الأساسية الآن لما تروحون تدفعون من المحلات لازم تفعلون ميزة NFC هذه وبعدين تقدرون تدفعونها بشكل مباشر فهذه كانت طريقة بكل اختصار لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلام